هارجع تاني للتصريح بتاع الكابتن حازم امام التصريح التاني انا اتكلمت على التصريح الاولاني واندهشت الحقيقة من الكلام اللي بتقال على حازم امام وانه ازاي يقول انه سعيد ان الاهلي كسب وفي حد في مصر مفرحش بمكسب الاهلي والوطن العربي ده 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 في اوروبا كانوا بيتزولوا فرحانين بفوز النادي الاهلي ده المرة الحداشرة ده ده تصطير للتاريخ يعني يعني انت شوفها زي ما انت عايز لكن ده الاهلي عامل تاريخ يعني كابتن حازم امام التصريح التاني بقى اللي هو محتاج برضه وقف بس من الكابتن حازم نفسه لما لمح وقال لو فعلنا مثل المغرب اهو تصريح اهو لتعرض عامر حسين لانتقادات والقادم افضل لنادي الزمالك القادم افضل للزمالك انه هو كابتن حازم شايف انه لوقت الجاهز الفن الحالي واستقراره والصفقات اللي بيجاهزة مع الناس اللي موجودة حيبقى شكله افضل الفترة جاء والموسم الجاي كمان لتصريح في القادم 24 الزمالك يحتاج اربع صفقات وعمر حسين لو وضع مباريات خلال فترة التوقف التوقف هيتروأ وهو قال ما حكابتن حازم في التصريح ده لانه المغرب بيلعب جنوب افريقيا ودي في فترة التوقف كمباراة ودية دولية وفي نفس الوقت المغرب الدوري عنده بيتلعب عادي فهو بيقول لو احنا عندنا فترة التوقف زي دي والحاج عامر حسين قرر ان الدورية لعب كانت روأ من الميديا ومن دي الاعلام انا عايز اقوله يا كابتن حازم في المغرب بيلعبوا مطش ودي دولي اقل مصورة المنتخبات بس ولا لعب في الدوري المحلي ولا لعب واحد موجود في الدوري المحلي يعني لما نجيب قيمة لعب المغرب اهي قدام اهي ياسين بونو اشبلية المحمد الواحد السعودي مهدي بن عبد الفتح المغربي اشرف حكيمي باريس سان جرمان ادم مسينا اودينيزي نايف اكرد واستهام غانم سايس باشكتاش نصير بيرميونيخ اشرف داري بريست الفرنسي جواد الوليد الاسباني عبدالقادر ابقار ديبرتيفو الفش بتتكلم كمان فهد موفي بيلعب في البرتغال اسمعيل قندوس بيلعب في بلجيكا سوفيان امرابط بيلعب في ايطاليا عبدالحمدي الصابير بيلعب في سامبيدوريا عمران بيلعب في واتفورد يعني ايطاليا سكوتلندا قطر فيتشيلس انجلترا فاينورد مش هول الاسماء يعني جينك تولوز الفرنسي اشبلية برندلي باري وعبدالرزق حمد الله بيلعب في اتحاد جدة السعودي كل اللعيبة بتلعب على فكرة في في اوروبا او في مش في المغرب يعني عشان كده بقول الكابتن حازم هذا تصريح كانك التعبير فيه لو احنا عندنا منتخب يعني انت كالتحاد كرة اشتغل على كده ومعمل نفس الفكرة احنا عندنا شمان عياريت اتحاد كرة تفكروا ازاي تسهيلوا الاحتراف يبقى عندنا خمسة واربعين لعب محترف وفيتوريا من الناس اللي بتحب جدا لعب المحترفة فياريت تعمله كده ولما الحج عامر حسين يعمل لنا الدوري في نفس توقيت التوقف الدولي احنا مش مجانين احنا اكيد مش مجانين يعني يعني لما الحج عامر حسين يعمل كده وما فيش ولا لعيب في المنتخب يمكن لعيب واحد او اتنين ما فيش مشكلة ونوقف الدوري يبقى عندك حق بهذا التصريح لكن كان تصريح الحقيقة مدهش من الكابتن حازم امام ويعني هو عايز يبين ان احنا الاعلام يعني ربما يقود حملة بلا داعي لكن دي طبعا انت ده الاهل عنده تاسعة في المنتخب ويزا مالك عنده تلاتة في المنتخب صعب جدا يعني الاهل هيلعب ازاي هو عنده تسعة في المنتخب هيلعب ازاي في الدول يعني القائمة كلها خمسة وعشرين شيل منهم تسعة الاهل اتبقى عنده اربعتاشر ولا خمستاشر ولا ستاشر فصعب جدا طبعا كان تصريح الحقيقة غريب